السلام عليكم أهلا وسعلا فيك معك سائد يونس يترى هالمنطقي فيه شخص ممكن يشتغل عكس مصلحته الذاتية ويدر نفسه؟ يترى هالمنطقي أنه فيه شخص بعد ما قد سنين يحلم بهدف معين لما قرب كثير يوصل من هذا الهدف يبدأ يعمل أشياء تبعده أكثر وأكثر عن هذا الهدف؟ أكيد مش منطقي الموضوع لكن هذا يا صديقي يحدث لدى الجميع بدون استثناء طبعا بدرجات متفاوتة وهو من أكثر السلوكيات النفسية غرابة وشيوعا بين الناس اللي هو التدمير الذاتي إيش بالضبط؟ بصير فيه داخل عقلك حتى يحدث التدمير الذاتي تفاصيل أكثر كيف تقدر أنت تتعامل معه وتلغي أثره من حياتك بشكل شبه نهائي بإذن الله تعالى كل هذا وأكثر في حلقة اليوم فتابعنا أهلا وسهلا فيك من جديد قبل أن نبدأ بموضوع اليوم لو أنت من النوع المهتم بتطوير ذاتك بتحب تنمي قدراتك ومهاراتك وتطور نفسك أكثر بدعوك للاشتراك معنا في هذه القناة قناة سائد يونس لعشاق التمييز والنجاح لو أنت من عشاق التمييز والنجاح وستجد بإذن الله تعالى في هذه القناة ما يفيدك ويسرك ويقربك أكثر وأكثر من أهدافك وأكيد بتمنى أنك تعمل إعجاب لهذا الفيديو وتشاركه مع أصدقائك حتى تشجع الكلمة الإيجابية أكثر وتشجع هذا النوع من المواضيع النفسية العميقة عنا هنا في قناة سائد يونس ويلا ببلش التدمير الذاتي ببساطة هو الفعل الذي نقوم به لتعطيل تحقيق أهدافنا أو نوايانا يعني إحنا بدنا هاي الأهداف والنواية بدنا إياها فعلا حابينها من جوة وقربنا نوصلها لكن لما بدأنا نشعر أنه فعلا اقتربنا من تحقيقها يبدأ الخوف بالظهور الخوف من أنه إحنا ممكن مش جاهزين لهذه الأهداف الخوف من أنه إحنا ممكن مش مستعدين لتحمل هذه الأهداف أو مش مستعدين للمرحلة الجديدة في حياتنا إن تحققت هذه الأهداف والنواية وهنا ببساطة بنبدأ نعمل أشياء عكس النجاح أشياء تعطل علينا وصولنا لأهدافنا ونوايانا اللي إلنا فترة طويلة منحلة نوصلها لكن يحدث التدمير الذاتي ويدمر كل شيء على الرغم من أنه سلوك التدمير الذاتي بحد ذاته غير منطقي يعني مش منطق إنسان يعمل عكس مصلحته الشخصية ويدمر نفسه ويدور نفسه لكن من وجهة نظر العقل وبدي إياك تنتبه معي منيح على هذه النقاط إنه العقل يعتبر حاله قاعد بيحميك لأنك أنت خايف من المرحلة الجديدة خايف من النجاح الجديد وهنا يبدأ العقل بشغل ميكانزم الحماية حتى يحميك من هذا الهدف وبتكون طريقته إنه يحميك بإنه يبعدك عن هذا الهدف فخليك واعي سلوك التدمير الذاتي بالنسبة لعقلك منطقي جدا لكن بالنسبة للواقع هو سلوك مخالف للواقع ومخالف للمنطق فإذا أنت فعلا مهتم إنك توصل لإهدافك لازم جدا تكون واعي وفاهم إيش عم بصير داخل عقلك عشان نعرف نتعامل معه بشكل سليم والآن رح أحكي لك أكثر عن بعض المسببات الرئيسية للتدمير الذاتي اللي أولها وأهمها صورة ذاتية سلبية الصورة الذاتية السلبية هي نظرتك عن ذاتك لو أنت ما عندك ثقة كافية بنفسك صورتك الذاتية عن نفسك سلبية فأنت هنا في عندك ضعف ثقة بالنفس ضعف الثقة بالنفس هذا يؤدي أنك تكون خايف من النجاح خايف أنك توصل لتحقيق هذا الهدف لأنك لا تثق أنك رح تكون قادر تتعامل مع هذا الهدف أو مع هذا النجاح بشكل سليم وبالمناسبة لو أنت عندك ضعف بالثقة بالنفس وبتحب تطور مهارة الثقة بالنفس عندك أكثر في عندنا قائمة تشغيلية في غاية روعة هنا على القناة الرابط الآن أمامك على الشاشة بإمكانك تحضر هذه الفيديوهات طبعا بعد انتهاءك من هذا الفيديو رح أحط لك الرابط بصندوق الوصف حتى تنمي الثقة بالنفس والصورة الذاتية أكثر وأكثر طبعا الغريب في الموضوع أنه لما يكون عندك أنت صورة ذاتية سلبية عن ذاتك رح تكون لا شعوريا دائما بتحاول أن تؤكد هذه الصورة يعني لو أنت شايف حالك إنسان ضعيف اجتماعيا لو شايف حالك إنسان غير مؤهل للنجاح هذه صورة وصورة ذهنية سلبية موجودة عندك فإذا بدأت تنجح أكثر من المعتاد أو إذا بدأت تقترب أكثر من نجاحك بتبدأ تحاول تأكد الصورة اللي موجودة عندك لأنه أنت معتبرها حقيقة أو عقلك معتبرها حقيقة وهنا يبدأ التدمير الذاتي أنك أنت بتحاول ترجع تأكد الصورة مع إنها سلبية ومعنه هذا كله غلط اللي بصير لكن هيك العقل شغال فخليك واعي دائما للعقل وكيف يعمل وكيف يتحكم في حياتك النقطة الثانية من مسببات التدمير الذاتي هي الخوف من النجاح تخيل مثل ما في خوف من الفشل في خوف من المجهول في خوف من المستقبل هناك أشخاص وأشخاص كثيرون بالمناسبة بيعانوا من شيء اسمه الخوف من النجاح طبعا الخوف من النجاح هو خوف متراكب يعني هذا الشخص بيكون خايف من النجاح لأنه إذا نجح أو إذا وصل لمرحلة معينة إنه ما يكون قادر يتعامل معها فيتسبب له فشل أو إحراج أو ضعف أو ألم أو خيبة أمل أمام الآخرين وهذا اسمه الخوف من النجاح إنه أصلا صار خايف من إنه ينجح حتى ما يفشل أو ما يكون قدر المسؤولية أو يكون على قدر المسؤولية وهنا بيختصر الموضوع على حاله من البداية وبقولك خلص أنا أصلا ما بدي أروح لهذا النجاح لأنه هو داخليا خايف من الفشل وخايف إنه ما يكون على قدر المسؤولية فبيدمر الموضوع من أوله قبل ما يوصل للنجاح أيضا من أسباب التدمير الذاتي هي حماية الذات مثل ما حكيت لك قبل شوي عقلك دائما بيحاول يحميك خاف من النجاح لأنك خايف من الفشل وفي ألم متوقع وفي خيبة أمل متوقعة هنا بيشغل عندك الحماية الذاتية وبيبعدك بشكل كامل عن الخطر المتوقع لأنه هو اعتبر النجاح هذا خطر ويبدأ التدمير الذاتي لأنه العقل بيحاول يحميك بكل الطرق الممكنة واعتبر نجاحك هذا خطر على حياتك تخيل تمام إحنا هيك حكينا عن المسببات الرئيسية للتدمير الذاتي وإيش بيصير داخل عقلك لما يحدث التدمير الذاتي طبعا أكيد فيه مسببات أخرى لا يسع المجال لذكرها جميعها في هذا الفيديو لكن إحنا ذكرنا الأساسية أو الأهم منها خلينا نيجي الآن لأهم الطرق اللي أنت بتقدر تستخدمها حتى تتعامل مع التدمير الذاتي وتتخلص من التدمير الذاتي بشكل نهاي وبيديك فعلا تركز معي بشكل جيد في هذه النقاط وتبدأ تفكر كيف أنت ممكن تطبقها في حياتك من اليوم لأن التدمير الذاتي هذا للأسف سلوك موجود عند كل الناس مختلفة درجات متفاوتة لكن موجودة عند الجميع وكلما قدرت أنت تتخلص منه بشكل أسرع ومبكر أكثر هنا تقدر أنك تسرع نجاحك ووصولك لأهدافك بشكل أسرع وأكبر وبتكون عن الخطوة الأولى للعلاج إذا بدك تسميه علاج من التدمير الذاتي هي تطوير وتحسين صورتك الذاتية أكيد في طرق عديدة حتى أنت تحسن صورتك الذاتية منها التدريب والممارسة أنك تاخد دورات تدريبية ترفع ثقتك بنفسك تقرأ تقرأ سير وقصص الناجحين لكن من الطرق الممتازة جدا اللي ذكرت يعني في بحوث نفسية كثيرة طريقة مميزة وبتخليك أنت تنظر لنفسك من جوانب متعددة لأن الصورة الذاتية السلبية عادة بتكون أنت شايف حالك أنك فاشل خلاص أنا مثلا ما عندي مهارات اجتماعية لكني بحكم على نفسي أني أنا إنسان فاشل بكل جوانب حياتي وهذا خطأ كبير لما أنت بدك تتعامل مع هذا الموضوع بشكل صحيح بديك تبدأ تلاحظ نفسك على أنك أنت إنسان شخصيتك متراكبة يعني أنت مش بس شيء واحد أنت ممكن تكون أب وموظف وأخ وصديق وزوج في نفس الوقت فعندك شخصيات متعددة أو جوانب متعددة لشخصيتك فكل ما كنت أنت واعي أكثر بالجوانب المتعددة لشخصيتك وواعي أكثر لأدوارك المتعددة في الحياة هذا بيحميك من أنك أنت تحط على حالك وصمة الفشل بكل جوانب حياتك أنا أوكي ممكن أنا ضعيف اجتماعيا لكني أنا أب ممتاز وأنا موظف رائع وأنا صاحب عمل مميز وأنا أخ جميل وأحبوب وإنسان عندي جوانب تميز ممتازة عندي جانب واحد في نقطة ضعف فإنت حجم هذا الجانب وهذه التراكبية في شخصيتك لما تتعمق أكثر هيك يعني لما تنظر لنفسك أنك مش متعددة الشخصيات لكن شخصيتك نفسها متعددة الوجوه وأنت متعدد الأدوار الحياتية الخطوة الثانية للتعامل مع التدمير الذاتي هي أنك أنت تحدد أهداف ولكن تركز على الأهداف الصغيرة المرحلية حط لنفسك أهداف صغيرة لما يكون عندك هدف كبير وبعيد هذا بيزيد خوفك من الهدف خوف من الفشل وخوف من النجاح وهدول الثنين بيزيدوا التدمير الذاتي لكن لما تقسم هدفك لأهداف يومية صغيرة أهداف بسيطة هنا أنت بتلغي كثير الخوف من النجاح أو الخوف من الفشل بتحقيق الأهداف اليومية القصيرة وهنا جميل نذكر النمط الياباني أو الطريقة اليابانية في التحسين المستمر اللي اسمها كايزن وهو مبدأ ياباني قائم على فكرة التحسين بنسبة 1% يوميا فلو أنت عندك الهدف أنك بتطور نفسك 1% كل يوم أو خطوة واحدة يوميا هذا يزيل عن كاهلك عبئ أنه أنا في عندي هدف كثير كبير لازم أحاققه وأنا أضعف من أني أحاقق هذا الهدف أو أوصله طبعاً لو أنت مهتم بخطة عملية بتعطيك خطوة بخطوة كيف أنت ممكن تحط أهداف مرحلية صغيرة وتحقيقها بتلاقي في كتاب كيف تنجح قبل أن تبدأ صفحة 115 اللي عندهم من النسخة الورقية في تحدي المئة يوم في هذا التحدي تحدي المئة يوم بإمكانك تحصل على خطة عمل لمدة 100 يوم بتساعدك توصل لأهدافك وتفصل هدفك خطوات تفصيلية يومية وهذا التحدي رائع جداً وكل اللي يعملوه فعلاً لمسوا نتائج مدهشة في حياتهم وبالمناسبة لأي شخص رح يشتري النسخة الإلكترونية من موقعنا اللي هو سائد بوك دوت كوم الموقع أمامك على الشاشة وحتلاقيه في صندوق الوصف رح يحصل أيضاً بالإضافة إلى الكتاب على ثلاث هدايا مجانية مدهشة بونس إضافي لشراء الكتاب من موقعنا وهي الهدايا بإذن الله تعالى رح تفيدك بشكل كبير جداً رح تزيد وتعزز الفائدة من هذا الكتاب مزيد من التفاصيل ورابط الشراء موجود في صندوق الوصف الخطوة رقم ثلاث بتكون بإنك أنت تحط أهداف تفصيلية وخطط عملية لتحقيق أهدافك يعني ما بنفع يكون عندك بس هيك هدف أنا أحلم أني أكون رجل أعمال ناجح مثلاً أو أنا أحلم أني أكون مثلاً خبير مثلاً أو عندي درجة دكتوراه في مجال كذا هذا هدف بعيد عنك اليوم يمكن فإذا بدك تسهل الوصول لهذا الهدف بدك تحط خطوات عملية بدك تبلش تكتب طب أنا إيش الأهداف اللي لازم أعملها قبل ما أوصل لهذا الهدف الكبير إيش الخطوات إيش المراحل اللي أنا لازم أعبر من خلالها قبل ما أوصل لهذا الهدف فكل ما زادت خطتك بتكون مفصلة أكثر هذا بيعطي عقلك فرصة أنه يشوف النجاح ويتخيل النجاح بشكل كامل وكأنه طريق واضح فالنجاح بطل هذا البعبع المخيف الهدف البعيد اللي أنا بحلم فيه لكنه دايماً شايف حالي أصغر منه وأضعف منه لا بالعكس أنا قوي وأنا رح أوصل لهذا الهدف لكن اليوم مش مستعد فأنا أجهز نفسي وأخطط تدريجياً للوصول لهذا الهدف وهون السؤال إلك يا ترى هل عانيت من التدمير الذاتي في السابق أو بتعرف قصة عن شخص عانى من التدمير الذاتي بإمكانك تشاركها معنا بدون طبعاً ذكر التفاصيل الشخصية لكن حتى نثري قسم النقاش والتعليقات أكثر ويترى ما هي نصيحتك للتعامل مع التدمير الذاتي من تجربتك الشخصية أو ممكن من تجارب الأشخاص اللي أنت بتعرفهم الأقارب والأصدقاء شاركنا في التعليقات ولو في مواضيع أخرى بتحب نحكي عنها في المرات القادمة أيضاً أكتبها أو إذا عندك أسئلة كمان أكتبها في التعليقات وإن شاء الله تعالى بناخذها جميعها في عين الاعتبار ومنحاول قدر الإمكان نعمل حلقات إضافية جديدة عن التساؤلات التي ترد أكثر التساؤلات وروداً أو أكثر الأسئلة شيوعاً وأنت هنا عندك فرصة أنك تكتب سؤالك في التعليقات في الله أنزل على قسم التعليقات وشاركنا رأيك وسؤالك وألقاك بإذن الله تعالى في الفيديو القادم السلام عليكم سائد يونس